الوقت الحالي في كلام على موضوع مهم موضوع ايه نواقص الفريق وهناك خلاف رهيب جدا انا باتكلم بامانة زي ما بقولك التجديد ايه بقولك ده ايه هناك خلاف رهيب جدا بين الكابتن محسن صالح ولجنة الكورة وميستر فيلر ميستر فيلر الخلاف نابع من ايه الخلاف نابع من تخطيط لجنة الكورة للمستقبل وحرصها على تواجد العنصر البديل الكفر المتميز اللي فتح الكلام ان الراجل مش مقتنع لباجي ولا بكهرابا قالك مش ده قهرابا مش هو البديل الافضل لرمضان صبح كهرابا ما قدمش اللي عنده لسه وكهرابا مدغوط نفسيا لكن كهرابا نجم كبير وكان جاي الاهلي من ثلاث سنين ونص واعترف بكده هيسم عرابي وقتها احنا قلنا انه مضى للنادي الاهلي لكن تم بقى في اللحظات الاخيرة تغير القرار لعلة 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 مش عايزة اقولها لسبب ما ما هواش قرب ولا فني فشقته احمد سليمان وخده على نادي الزمان فكهرابا برضو من الخطأ ان فيلا ريحكم عليه في ظل الضغوط النفسية والعصبية الشديدة التي يتعرض لها في ظل الضغوط النفسية والعصبية التي يتعرض لها بقى تجي انت شايفه انت عايزه ما جاب لكش الراجل بتاعك ماشي يا سيد ومش عزب كل اللي تقوله مية في المية يحصل وبعدين لسه الاتنين عندك الدور التاني يحكم عليهم بعدها ايه سبب فتح الحوار حارس المرمى ما زالوا يتحدثون في لجنة الكرة عن ضرورة التعاقد مع حارس مرمى عملاق وقال لك واحد احمد الشناوي اتنين عامر عامر دول المتحين احمد الشناوي عامر عامر دول المتحين فالراجل يقولي انا مش عزب حارس مرمى فده الصدام جاي من هنا لكن التجديد تم الاتفاق عليهم كاملا مع الاسطورة محمود الخطير وهيجدد الراجل وقاعد الموسم التاني زيادة 5% الموسم التالت زيادة 10% 6 شهور لو كسب دوري الابطال 4 شهور لو كسب الكنفدرالية شهرين لو كسب دوري نص شهر لو كسب كاس والزيادة بتنطبق عليه هو وجهازه المعاون اللي اجنبي تحديد فهنا في مشكلة بين لجنة الكورة وبين مستر فيل فيلر مقلق وعاوز يبقى هو المشرف على لجنة الكورة يبقى لجنة الكورة دي جزء منه هو لا يدرك ان لجنة الكورة نيابة عن مجلس الادارة يعني عامل لجنة نيابة عن المجلس ما حد شرح له ده فهوقولك عاوز اللجنة تبقى داحت اشرافه من فجل تبقى داحت اشرافه لانها تابعة المجلس الادارة ولان فيه تفويد من الكابت محمود الخطيب بالاشراف على كورة القادة واتخاذ ما يراه تفويد من المجلس وبالتالي الخلاف دا عامل صدار عامل صدار عامل صدار باللجنة الكورة وبين مستر فيل وفي نفس الوقت تمديد العقود صداع مصنوع ممن يحاولون اثارة القلاق في الجهاز الكورة او الهجوم على سيد عب حفيز ما اقفش انا انا كل شوية ملاقي فيه هجوم مستمرة على سيد عب حفيز مفيش كورة بس فيه جوم على سيد عب حفيز يقال لك ايه هو اللي طفش احمد فتح احمد فتح يا ابني دا ام اتلقى له اللي الله قعدت معاه ووكيله نفسه قال لك ان احنا تخطينا ما كنا نحلم به من راتب ولجنة الكورة كلها قعدة معاه يبقى هو سوف ايه واحد ماضي من فبراير وفق الاعترافات وكلاء لاعبين في بيرامدز يبقى خلاص خلص الفيلم هو احمد بصص للمسيم التالت الله يوفقهم لكن فيه نغمة كده يقول لك فشل في التجديد لعمر السليق بقيله سنتين ونص دا محمد الشناوي متدايق محمد الشناوي بقيله في عقود ثلاث سنين ولسه متعدله عقده بعد ما رجع من كاس العالة وهيتعدله عقده تاني برضو ايه المشكلة النادي الاقلي والنادي الوحيد في مصر اللي اعلن ان مفيش خصم من اي حد ان مفيش خصم مالين من اي لاعب اقول لك وليد ازاره فقد اعصابه مع فيلر ومش ورافد دلوقتي يجدد وليد ازار رافد يجدد قال لك انا بقيل السنة الجاية وامش حر يحق له في يناير يمضف اي نادي عاوز في يناير يمضف والاتفاق ما اشترهوش وعاوز في يناير روح الزمالك حقه عاوز يجدد للاهلي حقه مش عاوز يجدد للاهلي قراره ايا كان القرار ايه لازم نتعامل بفكر احترافه مدير الفن اللي موجود مش عاوزه يبقى خلاص تم هو كان مبدع في اهدار الفرص تم حسين الشحاد دلوقتي تفوق عليه في اهدار الفرص عادي نتعامل بعقلية احترافية لك ايه وعليك ايه طيب عاوز اقول برضو ان لجنة التخطيط لقرة القدم بالنادي الاهلي قدمت سبع لعيبة ست لعيبة ستة او سبع مش فاك ليه مستر الفايلر للاستعانة به بعد تقرير قطاع النشئين عمر انور وفرقت فرقة الشباب مع كابتل فاتح مبروك ربنا يمتعه بالصحة والعافية ويبارك فيه ويحفظ اللي قدمهم مين قالك عندك محمد فاخر صانع عالعاب وعندك فارس طارق باكرايد وعندك عبر احمن مانوت فندر وعندك عادل زينوم سردباك وعندك صالح ناصر جناع وعندك محمد عب منع من معارق اللي نادي اسموحة مدافر قالك عاوز تستفيد بين دول احنا قدمنا لك هوا المعارين هما عاوز ترجع مين رجعه ودق طاع الناشئين هوا شوف عاوز تستعين بمين في الفريق الاول فهنا لجنة الكورة تمثل مجلس الادارة ومش سايبة الموضوع حسين السيد اللي هو قال مش عايزه جاي اللي دلوقتي وفقا لصحفة تشتريه التينوسية قالك ان الاهل يوافق على بيعه الاهل يوافق موافق على بيعه وعنده عروض من الاسماعيلي وعنده عروض من المقاولين وعنده عروض من الاتعاد السجندري وعنده عروض من السموحة وعنده عروض من المصري لانه باكليفت متميز لكنه لم يحصل على الفرصة ومين هيقعد علي معلول وبعدين ايمن اشرف محمود وعيد في كلام انه رايح المقاص لكن كل ده ساعة ما يقولك هنبدأ الدوري كل الكلام ده يهدى ونكمل الدوري ونشوف بعدها والدوري المخطط لانه يخلص 2 سبتمبر ودوري الابطال الافريقي الدور قابل النهائي يبقى في اغسطس وسبتمبر وده شيء ايجابي الحياة لازم ترجع الحياة لازم ترجع ولازم تعود وزي ما قلت كلنا مع الدولة في اللي تتخذوا من اجراءات لتخفيف الحظ مع الاجراءات الاحترازية مع الاجراءات الاحترازية طيب ونازل كل مواحد يقول لك يعني علي معلول عمل حلقة مع رامس جلاه فالناس يقول لك يا عمي دلعيب كورة ازاي تهزق يتهزق ده حلقة هزار حلقة هزار وضحك ايه التهزيق اللي فيه ايه التهزيق اللي فيه ما انت جايلك ازاي كنت انت فرحان فعلي معلول ما انت جايلك طريق حامل ما انت جايلك اشرف بن شرق ما لسه في محمد الشناو وفي سيد عب حفيز حلقة هزار واحد يقول لك ايه انا بلوم وبعتب على الناس اللي راحت البرنامج ده الناس اللي راحت دي ما تعرفش انها راحة الرامس الناس اللي راحت دي عارفة انها راحة الاروة برنامج في قناة العربي فانت بتلوم على ايه بتلوم على ايه كل واحد عمالي لقد فقد لعب النادي الاهلي هيبتهم وبدنجانهم اللي هميوني والمسألة الفسكنية عشان ظهروا مع رامس طب ما ظهر حسام البادر هو الجمعة وظهر سيد معود وظهر احمد فتح وظهر رمضان صبح وظهر نجوم كثر مع رامس جلع مدار السلاة الفتح هو رامس ده طالع فجأة مهم من 2008 مهم من 2008 لعيبة بتروح وتيجي ونجوم وفننين وهكذا فالفكرة فالكل يقول لك ايه سيد عبد الحفيز اخلى بهايبة النادي الاهلي لموافق لللعيب ما كنا نعرفين هم رحيمها رامس طيب ماشي اخلي بايه اما المدير الفني نفسه راح اما كوبر كان موجود ومدير الفني منتخب مصر اللي راح كاسي العالم مسألة ما هيش كده فور فن برنامج فور فن ضحك وهزار وخلاص ما يقول لي ده ياسمين صابري شعبيت هزالة دي مبارح قد اللي عندها 300% فالمسألة ما هيش كده الناس لازم تبطل عقد وتبطل كلكيع وتبطل قر وتبطل غيرة وحقد وحاس طيب انا النهاردة اغلب الليف اهلاوية عاوز اتكلم عن مستشفى النجوم النجوم النادي الاهل النادي الاهل دوات فيها اربعة في المستشفى هيرجعوا امتى كورونا هتخلص ان شاء الله وما لسه ما رجعوش محمد محمود صليب سعد سمير اكيلس كريم ندفد ربنا يكون في عونه رجبته والخلف والامامي والبهد البهدالة السنين كريم ندفد وحمد فتح الاربعة دور راجعين امتى اقرب الاقرب العائدين الى او اللي يخرجوا من المستشفى عشان يلعبوا كورة وانزلوا التدريب هو الكابتن حمد فتح ينزل بعد اسبوع عشر ايام للتدريب في تدريب جماعي هتلاقيه موجود ونزل جاري وحمد فتح مكسب كبير جدا 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 للنادي الاهل وبالتالي حمد فتح هو اقرب العائدين من او الخارجي من المستشفى النادي الاهل الى الملعب ان شاء الله دي تصريحات الناس مسؤولة جهاز الطب مش كده اللي بعده على طول هو باذن الله باذن الله سعد سمير سعد سمير عنده اكيلس باذن الله رب نيش فيه مع شهر سبعة مع بدايات شهر سبعة يكون في التدريب الجماعي كله دلوقتي ما اشتبع البن